موسيقى العشرة تماما بتوقيت الجزائر مجاز إخباري أهلا بكم بداية استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الجزائر السيد لويس دي ألبو كويركي فيلوسو الذي أدى له زيارة وداع غدا تنتهاء مهامه في الجزائر اللقاء جرى بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الله منجي سفير جمهورية البرتغال أشاد عقب استقباله من قبل السيد رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون في مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأعربت له عن سعادتي بالقيام هنا بمهمة لأكثر من أربع سنوات هذه هي حياة ديبلوماسيين نغادر بعد فترات معينة تحدثنا عن النتائج الممتازة لزيارة ناجحة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال وتطرقنا أيضا إلى الإرادة الكبيرة لتعميق وتطوير علاقاتنا الاقتصادية لتكون في مستوى علاقاتنا السياسية الممتازة نقلت أيضا إلى سيد الرئيس مدى سعادتي بالعمل في الجزائر بالنظر إلى الطيبة والطرحاب الكبير التي وجدتها من طرف الشعب الجزائري وكذلك لجمال هذا الوطن ورغم سنتي جائحة كورونا فقد تمكنت من زيارة العديد من مناطق البلاد ووجه الدعوة للجميع في البرتغال ولأصدقائي لزيارة الجزائر فالبلد فعلا يستحق الزيارة شكرا بتكريف من السيد رئيس الجمهورية حل وزير أشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أدربيجان ويعد إنعقاد هذه الدورة تحت شعار أفاق التعاون المشترك بين الطموحات والتحديات فرصة لدول الفضائين لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كما سيتم تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف المشتركة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساسا إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأدربيجان وعلى هامش أشغال هذا المنتدى ينتظر أن يعقد عطاف لقاءات تنائية مع العديد من نضرائه من الدول العربية والآسيوية المشاركة على إثر التقلبات الجوية وتهاطل الأمطار بكمية معتبرة على مدينة عين الحجلة بولاية المسيلة تدخلت وحدات الحماية المدنية تابعة لولاية المسيلة وسيد عيسى من أجل امتصاص مياه الأمطار في عدة أحياء وإخراج سيارتين عالقتين في المياه حيث جندت الحماية المدنية كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعملية الامتصاص وتقديم يد المساعدة وفي نشرية خاصة لمصالح الدوان الوطني للأرصاد الجوية تشهد عدة ولايات من البلاد منذ مساء أمس تساقط أمطار غزيرة أحيانا رعضية ومرفقة محليا بحبات البرد والرياح وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقضة برتقالي كلا من ولايات بومرداس تيزيوزو بجايا البويرة برج بوريريج والمسيلة وتمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم كما تخص كلا من ولايات جيجل سكيكدا عنابة غالبة غالما قسانطينا ميلا ستيف باتنا أم البواقي خنشلة وتبسة وتمتد صلاحيتها من الساعة العاشرة من صباح اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا دوليا وفي تطورات الوضع بغزة ارتقى تسعة شهداء بالمحافظة الوسطى بينهم ثلاثة من مخيم النصيرات وهذا بموازات استشهاد ثلاثة آخرين بحي الدرج وسط مدينة غزة وفي السياق ذاتها شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس التي انتشلت بها انتشلت بها فرق الدفاع المدني ستة جثامين لشهداء قتلوا غدرا بحي الأمل في خان يونس جنوبية القطاع من جانب آخر اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل اثنين من ضباطه في عمليات بغزة وهذا بعد ساعات فقط من مصرع ثلاثة من جنوده وإصابة أحد عشر آخرين ختام الموجز إلى لك اشتركوا في القناة